الكتاب المقدس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالسكر والعهر لا بالمضاجع لا بالعهر يعني بكلمنا بشكل واضح أن نمتنع عن كل هذه الأشياء بل إلبس إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد من أجل الشهوات الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح وكلاهما يقاوم أحدهما الآخر العاوز أقول الكنيسة الأولى كانت بتذكر نفسها أنا مسيحي لكن وإنت أصعب شيء الإنسان يقول أنا مسيحي عند الاضطهاد وعندما بيكون في خيار أمامه هل أنت مسيحي؟ طبعا إذا قال أنا مسيحي رح يواجه العذاب ورايح يواجه الموت كان أقوى صورة للشخص المسيحي هو عند الموت فمثلا كان بالقرن الثاني والثالث إلى آخره كان ما يسمى صراع الجبابرة وكانت هذه الحلبات سواء في الكوليسيوم في روما أو كان المكان المشهور في أيضا قرطاجة في شمال أفريقيا لأنه اكتشفوا مسرح كبير وين كانوا يرموا المسيحيين للوحوش المفترسة فلما بيكون الخيار يقول أنا مسيحي فالناس كلها بتيجي على الستيديوم عشان تحضر صراع الجبابرة أحيانا مع الحيوانات المفترسة بعدين بيجي وقت التسلية بيرموا الناس المجرمين مسيحيين أو غير مسيحيين شو الفرق بين المسيحيين والغير مسيحيين المسيحيين على طول تذكروا إشارة الصليب يعرف أنه مسيحي كانوا يمسكوا بأيدين بعض يشجعوا أحدهم الآخر بعد قليل رح نكون كلياتنا مع الرب يسوع أول ما بفلتوا الحيوانات الكاسرة الغير مسيحيين كله بيركد في كده اتجاه المسيحيين كلهم بيعملوا زي دائرة بيمسكوا بأيدين بعض إذا واحد سقط الثاني بيشجعوا على أساس يموت بإحترام يموت هو واقف على رجليه لكن لاحظ كانوا بيرنموا وأحيانا يقول أنا مسيحي بس وهني عم يعذبوا في الاضطهاد ويموتوا كانوا بيطلعوا على وجوه الناس الساخرة منهم وهذه النظرات أنا مسيحي وإني بيطلعوا على وجوه الناس كثير منهم كانوا يؤمنوا بالمسيح لسبب شجاعة هؤلاء المسيحيين الأوائل اللي فضلوا العذاب والموت وإطعامهم للحيوانات بعد الحيوانات بيرجعوا الجبابر إذا فيه بعد شوي واحد فيه نفس بيبتدوا بالحراب يقتلوا جميع المسيحيين فهاي كانت واحدة من أعظم الشهادات اللي عبرت عن قوتهم وعن اختبارهم وإيمانهم بيسوع المسيح موسيقى موسيقى موسيقى